اشتركوا في القناة لتعزيز حماية حقوق العمال لافتا إلى إنشاء المملكة مركزا شاملا يعنى بحماية ودعم القوى العاملة يقدم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية منوها بحفاظ مملكة البحرين على الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للسنة السادسة على التوالي واعتمد المشاركون في اجتماعهم إعلان الدوحة الذي أكد على أهمية استمرار التعاون بين الدول المشاركة في الحوار وتضمن مجموعة من الأسس التي تسهم في رعاية المبادئ والحقوق الأساسية للقوى العاملة إلى جانب التوصية باعتماد الحلول التقنية لتطوير إدارة أسواق العمل كما شجع الإعلان على تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء في مجال تنظيم تنقل القوى العاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر